السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدنا كرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم دايما لما بتواجهنا للأزمة بيكون أكثر تفكيرنا يتجه للحل قال صلى الله عليه وسلم ما خلق الله من داء إلى خلق له دواء عرضنا على بعض أزمة المثلية وجزورها ونشأتها وعرضنا أبنها قبلها الكلام عن التنشيئة الجنسية السوية طيب بعد ما وقعت الأزمة بعد ما اكتشفنا وجود ميول مثلية كيف يكون العلاج والتعافي تسعدنا أن نناقش هذا الملف مع الدكتورة وبكر القاضي دعاء الإسلامي وأخصائي الصحة النفسية أهلا وسهلا بحفظ الدكتور زح لك زح قضية العلاج يعني لو قلت عايز أبدأ تعافي من المثلية من أين يبدأ؟ كما ذكرنا بسم الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أن بداية العلاج والتعافي يبدأ من الوعي والوعي ده يقابل عندنا في الشريعة الإيمان بالله تبارك وتعالى ومعرفة حدود الله تبارك وتعالى الشخص المدمن شخص تعرض لانفصال عن نفسه وانفصال عن ربه وانفصال عن المجتمع يبقى عشان نرجع تاني للأصالة ويرجع تاني إلى طبيعته وفطرته محتاج أن يتصل مع ذاته مع مشاعره الحقيقي مع اتجاهاته الحقيقي مع وجدانه الحقيقي وان يتصل مع ربي تبارك وتعالى بأعلاقة روحانية متوازنة ومضغة وان يتصل مع المجتمع اللي هو جزء منه الأسرة لا شك المجتمع أو الأسرة الداعمة التي تشبع احتياجاته للصحبة تشبع احتياجاته للدعم ليه التشجيع، ليه الحنان، ليه الاحتواء، إن كان أب أو أم أو أخ أو صدق في نقطة مهمة جداً عايزين ننوح عليها في قضية العلاج أو قضية التحافي من المثلية إن حضرتك قلت إن احنا ما ينفعش نعرض المشكلة بس، لازم نعرض لإيه؟ نعرض الحل معه اللي بيحصل في الإعلام هو للأحكس، هو دوماً في نتفالكس في المسلسلات في الأفلام لا سيامة هذه الأفلام الداعمة، هو بيعرض لك المشكلة بتفاصيلها، بيعرض لك المرض بتفاصيله بيعمق لك جداً المرض أو صورة المريض ويفصلها لك بحيث لي ده تحس أنت هو ضحية وتتعاطف معه، وقضية الحل أو العلاج أو غير ذلك، الكلام ده مش بس في المنصات الغربية ده حتى فيه بعض المنصات العربية إن هو يقولك يعني الراقصة دي بتعيش إزاي، فإنت في آخر الموضوع بعد ما تخلص الفيلم أو تخلص المسلسل إيه ده؟ ده هو إن جماعة أنتو لي ظن منها، للمجتمع العمل فيها كده، أو الظروف أو التنشئة إحنا ما بنتكلم عن التنشئة ما بنعملش إن هو إيه؟ يعني بنحكم عليك بالإعدام بسبب كواليس طفولة إنت ليس لك يدم فيها يعني وقوع المرأة اللي تلاقي بالاضطراب في الهوية الجنسية أو في اليول الجنسية ممكن يكون لا حيلة تلك فيه يعني أنت قد تكون غير مسؤول عن حدوث المشكلة بالظبط كده، وده غالباً في مسألة وقوع التحرش أو وقوع الانفصال النفسي أو غالباً لكن أنت مسؤول أن تسعى للعلاج، وده نقطة فريقة جداً نعم، عشان كده أنا خدت النقطة دي قبل بقى إيه أفصل في موضوع العلاج إن ده مسؤوليتنا الحقيقية، يعني المفروض إن أنت إيه؟ تجمل جداً المسألة المرض وتفاصيله وتوسع جداً قضية العلاج يعني أنها مثلاً المنطق الفرويدي عمتاً في علم النفس إيه؟ إن أنت محكوم بخمس سنوات الطفولة طيب وبعدين، خلاص كده؟ يعني أنا خلاص كده حفضل طول عمري مشوه؟ حفضل طول عمري محبوس في العقد؟ في الصدمة؟ حبيث هذه الصدمة؟ لا، المفروض إن إحنا نسعى بقى إلى العلاج ولذلك حتجد إن في وقت ظهور المدرسة الفرويدية كان في المدرسة الإيه؟ السلوكية في روسيا التي كانت، إني أنت بتقوله ده؟ اللي هو وعي والوعي وقبل الشعور والشعور والهو والأنا والأنا الأعلى كان ناس روعت مع جزور غير موجودة أنت تفترض يا فون، أنا أريد كلام بقى، أقول لي بقى فيه سلوك؟ عمل أنا بقى حعلقه أي التعزيز، الانتفاء، التكرار، الأنواع العقاب أو التعزير أو التحسيس التدريجي اللي هو أنا حعارك سلوك، تكلمني عن سلوك، يبقى حكلمك هير الناو يعني الآن، أنت بتعمل إيه؟ حنعلقه، تمام؟ فأنا مش عايزك تستغرق، أنا بتكلم مع المشاهد مش عايزك تستغرق؟ آه، شفت اللي حصي، اللي هي نفسية المظلومية شفت الصدمة اللي أنا خدتها في حياتي، شفت الوجع اللي أنا عايشه، شفت أنا مقدر ألمك لكن في نفس الوقت لا أبرر لك التماهي معه، لا أبرر لك الإصرار على نفس نمط الحياة المثلية لا أبرر لك أن أنت آه ممكن تكون كنت في وقت، كنت في وقت الطفولة ضحية لكن أنت الآن مع التكليف ومع النضج، أنت الآن ينبغي أن تكون فاعل، ينبغي أن تكون لك دور، ينبغي أن تسعى في العلاج العلاج ده، جمعا ذكرنا، حيبقى عندي علاج فكري، علاج عاطفي، علاج بدني، علاج روحي إيه ده؟ كل ده؟ آه في شغل كثير، تقول لي طب هو أنا ليه يحصل لي كده؟ قدر، ليه أنا أبقى مريض وأسعى للعلاق؟ آه ما قدر، ابتلاه، كل واحد ليه بلاؤه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله، في إنسان بلاؤه في جسده، في إنسان بلاؤه في نفسيته، في إنسان بلاؤه في بره بوالديه، في إنسان بلاؤه في المال، في إنسان بلاؤه في فتنة النساء، يعني معلش، الشخص اللي عنده ميول فطرية، إلى النساء، بس زايدة شوية، هنبرره الزنا؟ لأ، هنقول له معلش حد ذكرين، بغي أنت تزوق، مش قادر تزوق، لا استطيعوا الباقة، يمكن الباقة النفسية أو الجسدية أو المادية، اصبر، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي له دواء، إيه ده؟ يعني حتى لعنده ميول فطرية، لا نبرر له المعصية، لا نبرر له اللي أنت تتماهى بقى لأنه والله الحلال قليل، والحرام كتير، واللحم المعروض كتير، والعورات المكشوفة، والإعلام، والمواقع الإباحية، ومش مبرر؟ مش مبرر وهناك باب للرجوع؟ وهناك باب للرجوع، ولابد من باب للعلاج، أنت تسع إليه، وذلك النقطة المهمة المحورية جداً، أن علاج المثلية، علاج الميول، فضلاً عن الممارسات، يبدأ من الداخل، عشان كده بيقول إنه قرار، وبعد كده مشهور هل يستطيع إنه هو يتعافى وحده؟ أي معناه؟ يعني بدون رجوع لأخصائي، ولا مختص نفسي، عن طريق السماع والقراءة؟ ممكن، ينفع، ينفع، بس ده محتاج درجة كبيرة من الوعي، درجة كبيرة من الخبرة بمعطيات المرض، وبنسمى معطيات العليم لكن لن يستغني عن فريق داعم، يعني حتى لو استغني عن الأخصائي النفسي، سيظل محتاج يحتاج على أقل بقى الكتب التي ألفها الأطباء وأشخاص دعين، وأشخاص في حياتهم وأشخاص ينفذون التوجهات، لأنه دلوقتي فيه احتياج للتواصل الصحي مع رجال غيريين، التواصل الآمن، التواصل الغير مجنسا، ويبدأ أن هو يقاوم هذه المشاعر حتى لو كانت موجودة، حتى يبقى فيه تواصل صحي أن هو يدخل وينخرط في عالم الرجال، عالم الذكور، كما سيأتي مثلا في الجنب البدني، الرياضة وغيريين، عشان نبدأ نعالج عدم الرضا وعدم القبول لجسمه، تمام؟ ينخرط في الأنشطة الخشنة التي افتقدها بسبب مثلا التماهي مع نموذج الأمة المسيطرة أو التخنث الذي حدث كأنه يتصل بتقوص الرجولة، يتصل بتقوص الرجولة، كأنه في الحقيقة يعني يعيد تقوص الرجولة في المرحلة النمائية التي كانت ينبغي أن تكون هويته الذكورية المنضبطة أو السوية، تمام؟ فممكن يبقى الواحده، آه بس يحتاج يعني وعي كبير جدا، وفي أرض الواقع بعض المدمنين بيتعافى فعلا بدون أخصائي، لكن لا ليستطيع فعلا إرادة، إرادة وفريق داعم يعني بيكون فعلا مع أصدقاء ومع والده، مع والدته، جروب ثرابي، اللي هو جروب المدعافين أو جروب التعافي، نرجع للكاملة تاني في مسألة العلاج يبدأ أولا من القرار يعني إيه بكم؟ لو هو جاء يعني هو أولا عشان يجي لازم يعني يبقى عايز، عايز يخف، عايز يتعالج، لا يرضى عن نفس ولا يرضى عن هذا النمط وأشعر أن هذا النمط في الحقيقة يؤدي إلى ضماره النفسي وإلى ضمار حياته، فهو بيأتي، طيب خلاص هو أتى الخصائي حل لي مشكلتي، الخصائي لا يحل المشكلة، طيب لو سألت حركة لماذا لا يأتي؟ يعني في سؤال يلحي في العقل يعني هو ليه ما بيجيش؟ ساعات بيكون عنده فكرة أننا ربنا غضان علي أنا أصلا منقوط في الشرق، فاروح ليه؟ أنا أنا نفسي مغترب عن ذاتي مش حبيبني، فاروح أتكشف قدام حد لو قدرنا نزيل الأسباب العقلية المنعات التعظل أنه في حواجز نفسية بالوصمة، أنه هو نفسه بيصل نفسه كثيرا فعلا، وده فعلا يعني أنا أعرف شخص، الشخص ده بقاله ست شهور متربط هن يذهب للأخي الصابق، ليه؟ فقط إزاي أنا أبقى متدين أو ملتزم وعندي إنحراب جنسي، وإزاي أقول كده الحد؟ ويفضل يلف ويدور، يلف ويدور، يلف ويدور، ويلف ويدور، وأخي برحظات أن فيه شخص زميلي، أصلي فيه شخص صحبي، أصلي فيه شخص شحين فهم لابد، هنعرف كمان شوية، إن لابد في العلاج من النوح، من التجاوز، تجاوز مسألة الخزي والعار، من الشعور بالخزي والعار إلى حقيقة النوح على النفس وعيش هذا الألم وتنفيسه، وعيش الغضب اللي هو حاسس به تجاه والده أو تجاه النموذج الزكوري، أو تجاه المعتحرش، أو تجاه الصدمة اللي حصلت له، والتعبير عنها، ومن ثم تجاوزها، ومن ثم الغفران، وتجاوز هذا الألم البعض يتكلم عن معتحدة؟ برضو، النسة حياتك دي برضو، هو ما يجيش ليه؟ لا، هو مش لازم يكون المشكلة عنده في أن اليأس من روح الله أن الله لن يقبلني، أو مسألة الفضيحة، أو مسألة وصمة العار، لا، هونك يكون متلزز بمعنى أنه هو مدمن هذا الأمر ولا يريد أن يخرج من المألوف، لا يريد أن يخرج من دائرة الراحة بالنسبة لها، لأنه الأمر ده خلاص بقى شيء سبب للدوبامين، سبب لهرمون السعادة، بغض النظر وصح أو غلط، وده على خطر الإصرار والاستحلال، الحقيقة والمعاصي بريد الكفر، ممكن يصل به الأمر إلى الإلحاد النفسي، يصل به الأمر إلى التقحلل من قيود الشهر، الشريعة، فهو على خطر، تمام؟ بضلا أنه هو ممكن يكون من الشخصيات اللي بتسمع أو بتنصت للإعلام، يعني منصة زي منصة نيت فليكس، إيه القضية بتاعتها؟ الإلحاد، الشجوز الجنسي، تمام؟ أنواع، الإنحرافات، أيضا الجنسية الأخرى، نشرها بين المجتمع، وأن تقبل هذه الأمور، تمام؟ كده كلام؟ فهو واحد يتفرج على هذا الأمر على طول، ويتفرج على أن يعني مثلا مظاهرة بالشواد، الدعوة للحقوق المثليين، يوم الفخر، في بعض القنوات المشبوهة التي تأتي بهذه الأمور وتأتي بالأناس، ألحدوا وهربوا من بلادين بسبب هذا الأمر، كيانا حاجة بتشيري لقضية المدخلات، يعني المدخلات المعرفية، أنت عينك بتشوف إيه، فده هيؤثر على فكرك ومعتقدة؟ هيؤثر على إيه؟ هيؤثر على القناعة، هو ده غلط أصلا، أنتوا ليه ما تقبلونيش كده؟ تمام؟ أنتوا ليه ما عندكوش قبول الآخر؟ لخاصة مع موضوع الفرق الموسيقية اللي بتنتشر بوسط الشباب، وليها ميول نسلية؟ بذلك جالي واحد حوالي حوالي عشرين، خمسة عشر سنة كده، وقال لي هل تقبل الآخر؟ إذا السؤال إيه قلت أنا إيه؟ على طول فهمت، تمام؟ أي نوع من الأنواع الآخر؟ فقال لي أنا كده، أنا شايد، تمام؟ الشخص ده كان عنده ميول، تمام، ولم يمارس، والآن تعافى تماما وتزوج، تمام؟ وعاش حياة يعني سويا، لكن هاي القضية في إيه؟ التفريق اللي احنا قلنا عليه، مسألة الميول ولم يمارس آآ في ناس فرق، انرياس فاكرة إن القبول هو الرضا، لأ أنا أقبلك كبان يا آدم، الفعل ده فيك مش أصيل، انت مش الخطأ نفسه، الفعل هو الخطأ، وانت مدام حتسعى للعلاج والتوبة والتطوير والتقويم، أنا ساعدك فيه لذلك انت بتمد له يد المساعدة، ايه أنواع المساعدة؟ أولاً زي ما قلنا بالتشافي أو التعافي من الناحية الفكرية، من الناحية المعرفية، من الناحية العقدية، من الناحية الثقافية، تعريف هذه الميول، تعريف هذا المرض، تعريف هذا الاضطراب، تعريف بذوره، تعريف حكمه الشرعي، تعريف مآلاته الدنيوية والأخروية، كله هذا يؤدي إلى إيه؟ نوع من أنواع المعتقدات والقناعات التي ستؤدي إلى مشاعر النفرة، ومن ثم مشاعر النفرة دي هتبدأ تعمل حاجز بينه وبين هذا الفعل طيب هذه الاحتياجات الغير مشبعة، محتاج أن تشبع إلا فيه علاج ضعيف، علاج عاطفي من خلال إيه؟ من خلال بقى إيه؟ وجود رجال داعمين غيريين في حياته علاقتوا بهم علاقة صحية وليست علاقة مرضية، تمام؟ الشبكة الداعمة، مجموعة الرفاق، المتعافين، البعد عن الرفاق الذين كانوا يرافقونه في المعصية، يرافقونه في الذنب، يرافقونه في الفاحشة، بعد عنهم مهم جداً لأن البعد عن التقوص التي كانت تأذب وأزل على الذنب أو هذه المعصية، يبقى كده يعني التعافي من الناحية الفكرية، من الناحية العاطفية ثانياً قبل طبعاً كل دا احنا بنقول له لابد أن تنتهي عن الممارسات، وهنا بيبقى الاختبار الكبير، اختبار الإرادة، اختبار القرار أنت قررتها، قررت أنت خلاص حدود تمام، أول حاجة تلغي كل المتابعات وتوقف كل الممارسات كأنها توبة الشرعية للمولوجة على أمر الممارسة الإقلاع عن المعصية، لأن أنت ما ينفعش تستمر وتقول يا عايزة أتعالج، أنت مستمر على سبب الداء، أنت مستمر على النظر إلى المعشوق، أنت مستمر على العلاقة مع المعشوق، أنت مستمر على نفس الممارسة كيف ستقلع عنها أنت مستمر على شرب السم، كيف ستقلع منه، وكل بساطة، أنت بتعمل إيه في المصاحة النفسية للنسبة للمودبين، بتوقف الإدماء، بتدخل حاجات تانية أدوية بتحدق الجهاز العصبي، بتحاول أنت تؤهل الألم مسكنات إلى حد ما عشان الآثار الإنسحابية، لكن أنت بتوقف المدى السمى، لا شك، كذلك أنت هتوقف الممارسات الخاطئة، آه، هيحصل ألام، وحيحصل أثار إنسحابية شديدة، في بعض الأحيان، تكون الأمر اللي أنت حعيز ترجع، لكن أنت قرارك وإرادتك وصدقك، حيفرض عليك أنك تكمل، حيفرض عليك أن أنت تواجه، أن أنت تقاوم، تمام، ولذلك إحنا مش حسيبك للفراغة ده، يعني بعد الفكري والإيه العطيفي، هقولك إيه، الإنشغال بالأنشطة، الإنشغال بالتدريبات الرياضية، بالأنشطة البدنية، بالانخراط في عالم الرجال الداعمين، الغيريين، بالانخراط حتى في العلاج بما يناسب نفسك، في علاج بالفن، علاج بالفن مش معناه أنواع الرقص والغناء، أو الاختلاط المحرم في التمثيل وغير ذلك، لا، الفن الرسم فيما يباح، في غير رسم، الأدب والقصص والمصرح، التحبير والتنفيس، اللي احنا تكلمنا عليه في مسألة التنفيس عن الألم وقضية النوحة على الألم، أنا محتاج أن أتكلم عن الألم، عن هذه التجربة المؤلمة، عن هذه الصدمة، عن هذا الانفصال الذي حدث، سببه، مش عشان كما ذكرنا منطق الفرويدي، الاحتباس داخل الصدمة، لا، محاولة للخروج، محاولة للخروج، محاولة لتنفيس الغضب، محاولة لتنفيس هذه المشاعر السلبية، ومن ثم رؤيتها من الخارج، ومن ثم تجاوزها، ومن ثم النظر إليها بعين الغفران، تقول لي يعني ممكن الضحية تغفل للجاني، ليه؟ لأن كلنا قابلين للخطأ، كلنا قابلين أن نقع في جريمة، فاهم الضعف البشري في الطرف الجانية، تمام؟ فبعد أنه نفس عن غضبه، لا شك أن الطرف الجاني ده خطأ كبير، وجريمة كبيرة جدا، ولكن في نفس الوقت هو خطأ، وخطأ بشري، وهو محدود، وربنا تبردت عليه يقول قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الدنوبة جميعا، إنه رفور رحيم، الجاني والمجن عليه، والضحية والجاني، كلا هما مدعوان إليه، التوبة، والغفران، فإذا غفروا لأنفسهم غفروا لغيرهم، ودي نقطة كلمت عليها مع حضادة قبل كده في مسألة القبول الذاتي يؤدي إلى قبول الآخر، قبول نفسك بعيوبها ومميزاتها بتجعلك تقبل الآخر بعيوب ومميزاته، وكذلك غفرانك لنفسك خطأها، إن الإنسان ما يبضلش في بوتقة جلد الذات الذي ينحسر به ويحجزه عن حقيقة التوبة، قضية جلد الذات قضية كبيرة جدا، وممكن تحتاج إن إحنا نفصل لها يعني بعد الفاصل، ولكن يهمني إن إنت كمشاهد تطلع متفهم إن هناك بوابة للخروج الآمن، والرجوع السوي للاستمتاع بالشهوة التي فطر المولى جل وعال خلق عليها، رجوعك عن المثلية مش معناه إن أنت بتمحى عن نفسك الدونية والخزي والعار فقط، لا أبدا ده معناه كمان إنك بتعود للمتعة السوية التي خلقك في المولى جل وعال عليها، وتعود إلى رحاب العبودية وفهم الحرية كما قاعد لها الإسلام، فاصل ونعود إليكم بعد قيل، انتظرونا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لازلنا مشاهدين الكرام نتكلم حول قضية التعافي من المثلية، وزي ما سمعنا إن التعافي عبارة عن عملية مركبة مجموعة مكونات مجتمعة، تؤدي بالإنسان إلى أن يتعافى من هذه المثلية، دعونا نكمل هذا النقاش السري مع الدكتور بكر القاضي، فاضل دكتور دينا، إيه اللي ممكن تاني يعمل المتعافي من المثلية الجنسية؟ واحدة بس محتاجين إحنا نلاجع مع المشاهد اللي احنا قلناه، إنه تم له انفصال عن الله، انفصاله مع النفس، انفصاله مع المجتمع، فلابد أن يعاود الاتصال بالله والاتصال بنفسه والاتصال بالمجتمع، لابد أن يتعافى من الناحية الفكرية والعقادية والمعرفية، ثم الناحية العاطفية بالاتصال الصحي السوي مع الشبكة الداعمة والرجال الغيريين، أيضا لابد أن يكون هناك جزء من العلاج بدني في الانخراط في الأنشطة الذكورية والرياضة وغير ذلك، من ده برضو هيصلح لي جدا جانب الصورة الذاتية المشوهة عن الجسد، كذلك الاتصال الروحي بالله تبارك وتعالى بيعالج الناحية الروحية، العلاقة بالله اللي هي تشمل الصلاة، الأذكار، القرآن، الدعاء والتضرع لله، التفويض، التوكل على الله، النضج اللي هو الإيماني والروحي مهم جدا في عملية التحفيق، تكلمنا أيضا عن نقطة النوحة ونقطة الغفران، النوحة يعني هو التعبير عن الألم، والتعبير عن الوجع، والتنفيس الانفعالي هذا الأمر، والتعبير عن الغضب أيضا، والتخلص من الشعور بالخزي، والعار، لأنه في الحقيقة، إحنا كنا نقول إيه؟ بنقول إنه هو لم يقف عند الماضي، وشعر أنه ضحية فقط، لا هو بالحقيقة مشى في طريق التحفيق، خلاص، يعني أنت ذكرك لهذا الماضي هو لتفكيك ألامه بس، الألام دي كانت بأسباب معينة، وأنت الآن بتتخلص منها، وبتتخلص من أثار حتى صدمتها، وأثار هذه الأسباب عليك حتى دلوقتي، الأمر الثاني بعد النوحة، وبعد التنفيس الانفعالي عن الغضب والمشاعر السلبية، هيأتي مسألة الغفران، إحنا وقفنا عند النقطة دي، وهي مسألة إن الشخص الذي يغفر لنفسه، يستطيع أن يغفر لغير، ودي نقطة مهمة جدا إن في ناس كتير جدا داعية الانتقام الشديدة عندها، أو داعية التشفي أو داعية العلو، ناشئة من إنه هم أصلا غضنين على نفسهم، ومن ثم بيعكسوا هذا الغضب على من غيره، ولذلك أنا قلت حضرتك قبل كده، إن القبول إن الإنسان لنفسه بعيوبه وميزاته، بينعكس على قبوله للآخرين في علاقته بالآخرين، إن هو بيقبل منهم العيوب، قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن المؤمنة، إذا كره منها خلقا أحب منها خلقا آخر، يبقى كل إنسان مجموع من الحسنات والسيئات، كارل يونج بيقول كل إنسان له جاد مظلم وجاد مضيء، حتى القمر في ليلة بدره واكتمالي، الوجه ده مضيء، لكن الوجه الآخر اللي هو يعني مش مواجه للشمس في الوقت ده، هيبقى مظلم، فإحنا لازم ندرك كده، نقبل طبيعتنا البشرية، إنه ممكن نخطأ، إنه ممكن نسيء، إنه ممكن نذنب، فإذا تخلصنا من هذه العقدة، عقدة الذنب في أنفسنا، حنقدر نستوعب إن الأخر ده أخطأ، وإن الأخر ده إحنا بندعوه برضو إلى التوبة، بندعوه إلى العودة، بندعوه إلى التعافي، بندعوه إلى العلاج، الأخر ده سواء كان أب يعني مهمل، أو أب قاسي، أو غالب ذلك، غالبا ده ضحية، لدائرة أخرى، أب بهمل أيضا، أب قاسي، المتحرش، غالبا تعرض للتحرش، فمش معنى كده أنا ببرره خطأ، أنا دوقتي الغفران ده، فيدته تأتي على الشخص نفسه، مش الطرف الثاني، يعني أنت أما تتعافى من الغيظ والألم النفسي بالغفران، أنت اللي بتتخلص، عشان كده إيه ديفيد هاوكنز في كتابي إيه السماح بالرحيل، كان بيتكلم عن مسألة العفو والصفح، بيقول خد بالك إن المشاعر السلبية هي اللي ضرارها عليك أنت، مشاعر الحقدة أو الغلة أو الحسد أو أنواع الغضب أو الغيظ، الشخص دي ممكن أنت ما توصلوش أصلا، أنت المتحمل المشاعر السلمية، أنت المتحمل هذه المشاعر، أنت اللي بيجي لك الضغط والسكر والقلب، وقد يضيق صدرك بها، قد تموت بسببها، وخبال حضرات تمرض بسببها، يعني أنت حين تسمع برحيل هذه المشاعر، أنت بالعقيقة اللي بتتحرر منها، أنت اللي بتنعتق، أنت اللي بتتعافى، أنت اللي بيطمئن قلبك، أنت اللي بتتحرر من هذه الأمور، عشان كده الغفران ده فايدته على الإنسان، وزي ما قلت الحضرات بقى فيه منظور برضو الأمر ده شرعي، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله وغفور رحيم، أنت تريد أن يغفر الله لك، فلماذا لا تغفر لمن أساء إليك، وأنت قد أسأت في حق الله كثيرا، وترجو رحمته عز وجل، طب ألا تتخلق بخلق يحبه الله تبارك وتعالى وهو الغفران، وهو الصفح، والكاظمين الغيض والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، ودي خطوة في تعفيه هو، في تعفيه هو، يعني قضيها تفعدك شخصيا على التجاوز، بس خلينا أتحيل مع بعض يا أستاذ أحمد برضو، أن دي مرحلة متقدمة من العلاق، يعني ده مرحلة التخلص من الصدمة تماما، أنت تجاوزها تماما، البعض بيقف يقضي يطالب بدا نفسه، يعني يقول إيه؟ يعني يطالب نفسه بالعافو، ويتهم نفسه عند عدم العافو بأنه شخص سيء، ما عشان كده أو بتقول إن إحنا، لابد إن إحنا نرعي ضعفنا شوية البشر، بمعنى إن الأمور اللي أنا قلتها، الجانب الفكري، الجانب العاطفي، الجانب الرياضي أو الجانب البدني، الجانب الروحي، الأمور دي محتاجة تمشي، ما طبعا على الانتهاء عن الممارسات طبعا، قلنا القرار في هذا الأمر من الأول، محتاجة تمشي وقت كبير شوية، يعني الوقت جزء من العلاق، هذاك عرف طبعا مراحل الصدمة، مراحل الصدمة عندي أولا بتبدأ المرحلة بالإنهيار، أو بتصدع القلب، أو بنوع من أنواع التشوش الشديد، بعد كده بننتقل إلى الإنكار، بعد كده بننتقل إلى الحزن، بعد كده بننتقل إلى التعافي والقبول، وبعد كده بننتقل إلى الإزدهار، صدمة نفسية، كذلك أنت في مراحل تعافيك من الصدمات، وإساءات الماضي، والجروح العاطفية العميقة، محتاج أن أنت تفهم برضو أن في طريقة تقطعه، وفي حلقة، جزء منها كبير أول وقت، أنت محتاج وقت، محتاج وقت أن تستوعب ألمك، محتاج وقت أن تحترمه، محتاج وقت أن تننح عليه، محتاج وقت أن تنفس عنه، وتعبر عنه، محتاج وقت أن تستطيع أن تتجاوزه، وتتعافى منه، ومن ثم تعفو عما تسبب فيه، فهو الرحم، لكذا، في العلاج المثلية، بيبدأ من ستة شهور في الجلسات النفسية، وممكن يمتد سنة و سنتين على الفكرة، وطبيعي، أن يحصل انتكاسات، وأخيب بالحضاء، وإحنا لازم يعني نوطن المريض على ده، أنه ممكن يحصل انتكاسات، حتى على فكرة في إدمان الإباحيات، وأخيب بالحضاء، أنه ممكن يحصل انتكاسات وضربات، وإحنا النجاح أن الجاب بين الانتكاسات يبقى كبير، عندك كنت تنتكس كل أسبوع، بقيت تنتكس كل شهر، بقيت تنتكس كل ستة شهور، بقيت تنتكس كل سنة، بقيت تنتكس كل خمس سنين، أنت بتنجح، أنت بتزيد طولية، بس في انتكاسات، طبيعي، هيحصل انتكاسات، هيحصل أثار، هيحصل أعراض انسحبية، كان إدمان، وده جزء من التعافي، القدرة على تقبل ألم الحياة، القدرة على تقبل ألم الحياة، وألم السقوط، ألم السقوط في هو كدامك، النقطة التانية، أن أنت تتقبل هذا الأمر، وتعرف برضو أن لازم المدمن، بعد ما يخرج من المصاحة، يفضل يتابع مع الكونسلتنت، يعني لازم الشخص المدمن، بيتابع شهرية مثلا مع الكونسلتنت، مع مرشد، مع معالج، مع سايكلوجست، مع غيرو، بحيث أن هو يتابع ليه، لأن المدمن، اللي أدمن في يوم الأيام، في رواسب داخلية في اللوعي، وده لازم تتقبل هذا الأمر، عشان كده بنتكلم في المسألة دي، أن ما فيش علاج مئة في المئة، للميول المثلي، العلاج لا شك للممارسات، والميول حوالي سبعين، ثمانين في المئة، هتزول، تظل مساحة مجاهدة، بالتفاهم، بالتفاهم كما ذكرنا، وكل الأساليبي علاجية دي، هيفضل فيه عشرة أو عشرين في المئة، ميول راكدة في العقل اللاوعي، بتظهر عند الضغوط، وعند الآلام، والتوتر، تبدأ تنغشك كده، تراوضك، وخبال حضاك، جزء من قدر الحياة، ده بقى خلاص ده، هيفضل حاجة زي ما تقوله، الرواسب المتبقية من الصدمة، الرواسب المتبقية من هذا الابتلاء، لازم أنت تتقبله، تتقبله وتتعامل معه، وتقومه بكل سهولة، كان الأول مية، كان الأول حوالي ستين سبعين، وانت كنت بتقومه، وخدت القرار، أما يبقى بقى عشرة أو عشرين، مش هتقومه، وخبال حضاك بإذن الله طبعا، بس أنا أقصد إيه، أنا أقصد إن فيه جزء، حيبقى ما يخلكش تحبط، لا، ده طبيعي ده زي بظبط مدوم المخدرات، بيفضل جواك ده، هاي توبانين ده، اللحظة النشوة دي، لحظة الشبق دي، تمام، لكن انت خلاص، بتقمع هذا الأمر بالإيه؟ بالنظر للمقالات، زي ما قلنا بالعلاج المعرفي، العلاج الوجداني، العلاج السلوكي، العلاج الفكري، العلاج العاطفي، الاتصال بالشبكة الداعمة، بالرفاق الداعمين، أول ما تحس بأن الأفكار دي يتراودك، بتحاول أنت تنفس التوتر ده، بتنفس الضغوط دي بطرق شرعية، بتحاول تشتت هذه المشاعر بمشاعر إيجابية، تشتت هذه الأفكار بأفكار إيجابية، بأنشطة ترفيهية مباحة، من أنشطة رياضية، طبعاً، فضلاً عن العبادات والجانب الروحي، يبقى كده إحنا تقريباً، قد تدى معظم جوانب، العلاج أو المنظومة العلاجية، القضية الروحانية، القضية الإيمانية، هل في بعض المعاني التركات، اللي إحنا محتاجين ننبه عليها، في طريق التعافي، في الجانب الروحي؟ ألا تيأس أول شيء، الأمل، قضية الروحانية، أهم شيء فيها بالنسبة للمدمن، الذي يسير على طريق التعافي هو الأمل، قوة الرجاء، قل يا عبادة الذين أصرفوا على أنفسهم، إنها تقنطهم رحمة الله، وده يطلعوا على جزء، وده يطلعوا على جزء، ده يطلعوا على جزء، هو أصلاً مش، يكاد يكون في علاقته بالله عز وجل، مش متصالح معه، هو متصالح مع جزء العقاب، العقابي، وده الإشكال، اللي سببه الصدمات النفسية في الضهورة، لكن قوة الرجاء، هي إن أنا مش وحش، إن أنا ستشملهم يا رحمة الله، إن أنا أستحق المحبة الله عز وجل، خبلك إن أنا قادر بإذن على التغيير، لأن فيه كثير جداً من الناس بيستبعدوا التغيير، وده اللي بيجعلهم ينكسرون أو ينسحبون من طريق الدعافي، فقوة الرجاء دي تأتي بالمعرفة الله، تبارك تعالى، إن الذين آمنوا، والذين هاجروا، وجاهدوا في سبيل الله، أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم، فثلاث أركان للرجاء، الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، وجلاله وجماله وكماله ورحمته، ورقفته، وحنانه، عز وجل، وحناناً من لدنه، العلاقة الدافئة دي مع الله تبارك تعالى، كذلك الهجرة، المهاجر من هجر معناها الله عنه، ثالثاً، الجهاد أوله، المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، استبطان هذه المعاني، والسعي فيها، والمجاهدة فيها، والذين شاهدوا فينا، لن يهديلنا ومصروا لنا، وإن الله أنا مع المحسين، ليه مضيعك، سيأخذ بيدك وقلبك إليه، أغذر كلامي عليه، أخرة هذا النضغل، وهذا الكفاح، هو الوصول إلى الله تبارك وتعالى، هو الوصول إلى القوة الروحانية، التي تغلب هذه الوساوس الشيطانية، أو هذه الشهوات المحرمة، ولذلك الوازع الديني، والوازع الروحاني، لا يخلو منه برنامج علاجي، أيًا كان دين من وضع هذا البرنامج، لأنه مكون فطري، مكون جبلي داخل الإنسان، وهو قضية التدير، قضية العلاج بالمعنى، هل ممكن تضيف عليه شيء في التعافي؟ يعني ممكن نساعده من خلال إيجاد معنى للحياة، إيجاد معنى للإبتلاع، هو فيكتور فرانكل في قضية مدرسة العلاج بالمعنى، كانت قضيته مش إيجاد المعنى للحياة، هو تصوره كان أضعف من كده، كان بيقول لا، احنا عايزين معنى جزئي للمشكلة، الموقف اللي أنا فيه، الموقف اللي أنا فيه بس، لكن قضية المعنى الكلي، هيقولك احنا دخلنا في حقائق كبيرة جدا، أكبر من استيعاب الإيه المرض، لكن هو لا شك إن الإنسان لن يتجاوز أي ألم أو أي صدمة أو أي زنب إلا معنى، معنى أن الله سيغفر لي، معنى أنني سأتوب، فإذا توب تتاب الله عليه، معنى أن الصدمات دي كانت تبتلاء، والصبر والاحتساب عليها يرفع الدرجات ويكفر السيئة، فده المعنى الشرعي، الصحيح، السوي، اللي احنا فضل الله تبارك وتعالى عندنا الشريعة مليئة بالمعاني الجزئية والكلية، يعني الكلية ومن خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، الله الذي خلق سبع سنوات من الأرض مثلهم، يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدر، وأن الله قد أحاط بكل شيء عنه، إيجاد الخريقة كله من أجل معرفة الله، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعمل، إِنَّ جَعَلْنَ مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةَ اللَّهَ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَن وَعَمَلَهُمْ وَإِنَّ لَجَعَلُونَ مَعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا وَهُوَ لَا يَظْلِمْ وَإِثْقَالَ دَرْهُمْ طيب، أنا كنت ضحية في هذا الأمر، ابتلاء من الله لرفعة الدرجات، لكي تصعى وتصبر، فإذا سعيت وصبرت فيه ويتقل ويصبر، فإن الله لا يضيع وأجر محسنين، وإن تصبر وتتقل، لا يدركم كيدون شيئا، وبشر الصابر، صبر على طاعة اللي عن معصية الله على أقدار الله المؤلمة، بيجتمع فيه الثلاثة، فده بيجعله ارتباط إنا لله وإن الله يراجعوني، يعني ربنا هيحسبني وربنا يعلم بمعاناتي، وصبري عليها وأنه أما من خاف مقام ربي وانهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، يجعله يكمل بقى، فبنزوحز عن النار وقدخل الجنة فقد فاز عنده رؤية، عنده بجن، رؤية متلقلئة، إن هو يسعى إليه، هدف، معنى عايش من أجله، معنى ما خليه يصمد في هذه المعاناة، إحنا لا ننكر أن أصحاب الميول المثلية في معاناة عظيمة، في جهاد فظيعة، لو أنا حابب أو جيله، في النضال فظيعة، اللي دام هو إيه؟ يريد التوبة، أنا عايز أقول لحدك فيه مواقع كتير بتتكلم عن مسألة الاستراجل دي، والمماضلون في هذا الأمر، وهو خلاص امتنع عن الممارسات وباقية الميول، وهو بيتحرر بقى من هذه الصدمات والأثار السلبية والإساءات والاحتياجات الغير مشبعة، ويمارس كل أنواع العلاج والأصالة والاتصال بالنفس والتسليم والنحية الفكرية والثقافية والروحية والبدنية، وتشتت وتشتيت الأفكار والمشاعر السلبية بأفكار ومشاعر إيجابية وأنشطة بمعركة، ده جهاد، إحنا لازم نثمن ده، ولازم ندعمه أنت بطل، أنت فعلاً تمارس نوع أنواع البطولة والرجول الحقيقية، لأنك تسعى لتكون إنساناً سوي، تكون عبداً لله عز وجل صالح، لو أنا عايز أوجه رسالة مختصرة للمبتلب المثلية، وأقول له رسالة دعوة للرجوع، دعوة للتشافي والتعافي، دعوة للرجوع، قل يا عبادي اللي بينا أصرفوا على أنفسهم لها تقنطهم ورحمة الله، مهما ابتعدت، مادمت تؤمن أن الله ربك تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يحلل ويحرم، وله التشريع، وأنه حرم ذلك، وأنك تريد أن ترجع إلى حضيرة العبودية، أو إلى دائرة العبودية، البن مفتوح، إن الله يبسط يدعو بالليل، يتوبه موسيق النهار، ويبسط يدعو بالنهار، يتوبه موسيق الليل، والتوبة متشبكة تماماً مع العلاج النفسي، في نبيزل بي تعافى من هذا؟ كتير، متعافى من ذلك تماماً، مريتش عبدو كهين نفسه، المؤسس منظمة كاملة العلاج المثلية، هو نفسه كان متعافى، ويتكلم أنه بقى لي 30 سنة متعافى، وتزوجت وأنجبت وغير ذلك، ممن يعني صار على المثلية، أو صار على الشرطة الجنسي، بالإيمان والصبر والمعنى والصمود، وصل في الحقيقة وتعافى، فالأمثلة كثيرة جداً، ونعزز هذا الأمر بقوله عز وجل، والذين جاهدوا فينا، نهديلنا ونصفوا لنا، وإن الله لماع المحسنين، هيظل البطل الحقيقي في المشهد، هو أنت اللي محتاج تاخد خطوة لمواجهة الأزمة، ولمواجهة التعافي، والوصول للتعافي، كل خطوة تاخدها تجاه دوت، انت هتجد سمريتها، سواء في الدنيا أو في الأخيرة، الملف ده خطرته، ولي علاقة بالصلة بالنولة جل وعلا، ولي علاقة بالصلة بالناس، ولي علاقة بالصلة بالذات، فلما بيتحل بيحل عندي ثلاث دواير أزمات كبرى، نلتقي بإذن الله في حلقات قادمة، نكمل هذه اللقائة طيبة، لا يسعني إلا أن أتقدم بخلص شكر والتقدير لدكتورة وكر القاضي، شكر جدا، نهارك بكتورة، نلتقي بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.